موسيقى فلو حصل اصابة في الرعبة ممكن تاخد ايدي ورجلي و المص التحتاني كله كمان موسيقى الناس اللي بدأ يجي لهم في اللحظة دي في اللحظة الحادثة دي شال الله خبر الله بوكي يرجعوا تاني يمشوا بشرط ان ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشهر موسيقى النهاردة في عمل الاربع غضريب في ساعة ونص يتبنك في نص ساعة والعملية ساعة ونص ويخرج بعد ساعتين موسيقى موسيقى الاستاذ الدكتور محمد صديقي هويدي استاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقرية وجرحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية موسيقى 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 اهلا بكم بلا شك المشاكل العمود الفقرية اصبحت مشاكل متشرة جدا في مجتمعنا العربي هقول لكم التهور ممكن يكون التهور بس في حاجة تانية غير التهور مهمة جدا اللي هو التفسير التفسير اللي على هاوة كل عيا يعني مثلا الناس اللي بتشكي من الام في ظهرها تاثر يا عم شو هتبرد اه انا البست النهاردة اه هيدوم خفيفة في يوم مشيتة مثلا انا عادت في التكيف كل ديت احتمالات للألم بس في احتمالات تانية ممكن يكون القلم اللي عندك ده نزل لك ضروفي ممكن يكون العصابة التتهصر قلم في رجلي وبدأ يزيد مع المشي وقلم فضيع ده ممكن يكون عضلات افشة ممكن يكون مش عارف ايه محدش قال ان ده او محدش بيصارح نفسه بحقيقة انه لازم يكشف ممكن تكون كده فعلا لكن ممكن يكون حاجة تانية زي الساتكة اللي عرق الناس احنا عندنا مبدأ في الحياة معرفش انه هو كلمه صح بس احنا بين طبقها غلط لما حد يقولك فال الله ولا فالك انا ماشي الجملة دي بالمنطق بتاع الناس المنطق بتاع الناس غلط في الحكاية دي هو فال الله ولا فالي ماشي تمام بس ربنا مقالش كده مقالش ان انا افصل الامور على هوية بالعكس ان اقل دايمًا يعني لازم ابحث عن زاوي الخبر اروح للدكتور واسأله ده ايه هناك ناس بهذه التي يقول لك لا اختيف اعمل قشرة لي يطلب فيه عاجل وقد ترد ما ينفعش انه يعطيه هلالقط الميريد لا يفرط فيه شيء انه لازم تعمل قشرة وذا لم تكن مزيدا وانت المهتمر على الاشياء هي اللي هتوجد الشئ هي اللي توجد الانصلاقة الخضروفي هي اللي هتوجد الورم هي اللي هتوجد تعصر العصب لا الاشياء مش هتوجد ده هتبينو هتوضعو عشان نبدأ القلاج مبكر وهناك فارق كبير جدا بين العلاج المبكر والعلاج المتأخر هنفهم النهاردة هذا المعنى المهم جدا من ضيف عزيز علينا جدا هنحطه الدول كثير جدا من المعتقدات والأسئلة والجمل السابتة في العقول للأسف مش بس المصريين الحقيقة العالم كله بيفكر بطريقة مريبة من بعض المصريين أكتر لكن العالم كله بيفكر بالطريقة دي نفع عزيز علينا لقيمة الألم الكبيرة والإسم الكبير وأستاذ الأساسة في هذا المجال وطبعا الأستاذ الدكتور محمد صديقوتي أهلا بك دكتور اهلا محركز منور الناس الحلوة كالعادة أنا أخليك فهمكم سلام طي أريد أن أبدأ الحوار من النقطة دي نقطة فالله ولا فالك ما تبشر شوف وشي ما تقوليش يروح لبعد الشر الكلام حل بس بتوظف غلط بدايك هلأ أكيد بدايقني بس أنت لازم تعوذر للناس دي يعني لازم تعوذر نزيل لإن إحنا عندنا كم كبير جدا من الموروث الفكر الخطئ يعني كتير جدا من الناس يقول لك أصلا اللي بيجيله غضروف ما همش هيقوم منه تاني اللي بيجيله وراء مش هيخف منه تاني يا جماعة إذا كانت الأورام النهاردة بتتعالج إذا كان الأورام بنعمل لها مستشفيات النهاردة ومراكز علمية متخصصة تساعد على الشفاء وتقليل المشاكل بتعب مبالك بقى بالحاجات اللي هي بعيدة عن الأورام يعني لما يبقى عنده نزيله غضروفي ما يتعالجش لا بيتعالج هي قضيتنا دايما إن إحنا بنخاف وطلعت سمعة يقول لك ده محمد ابن مش عارف مين راح عمل العملية وممكن لهم ما فيش محمد ده من الأصل يعني راح عمل عمل عملية ومن ساعتها ما بيعرفش يمشي ووارد وحقيق لأنهم يكونوا شافوا ده بس هو دايما المعايير إحنا ليه بنعمم الحاجة السيئة لما يبقى في عندنا مشكلة على ندور هو محمد عمل عملية فين وفقانه مركز وفقانه مستشفى بإمكانيات إيه ومن الجراح وإيه خبرته وإيه إمكانياته ومحمد ده راح بدل ولا متأخر ما هو ده الكلام اللي بيحل الموضوع لكن إحنا بنكتفي دايما إن محمد عمل عملية وقد فشلت العملية فإذا فشل الطب مع الناس كلهم طيب وإيه رأي حضرتك في الـ 95% اللي ربنا بيكرمه بيخفه بيمرسوا حياته وبيشتغلوا بيعيشوا حياته يعني علشان راحل الطيران واحدة تعمل مشكلة أو يحصل فيها حدث ربنا عافينا جميعا ألغي كل رحلات الطيران من العالم ما ما ينفعش يعني لازم دايما بنتقبل دي لازم نتقبل إن الطب ممكن ناخد علاج رايحنا وممكن ناخد في بعض العلاجات ممكن يبناء أثار جانبية هو حضرتك يعني كأستاذ باطناء ما أنت بيجي لك مريض أخذ برشامة واحدة عمل حسايا في جسمه ودخلته في فشل رغمنا ألفين واحد خدوا نفس الدواء وقبليه ألافات خدوا الدواء ما عندهمش مشكلة العصد نحن نقول إن المشاكل وردت بحدوثه لكن بنسب قليلة جدا وحدوثها لا يماثل المشاكل اللي بتيجي من إهمالنا لنفسها ولا يماثل الماضي أنا خفص ولا يماثل ظن اتغيرت إذن سنذهب إلى الأبيض والأسود والرماضي الناس ترتبك كثيرا جدا في تفسير أعراض الانزلاق الغضروفي ترتبك بين الانزلاق الغضروفي القطني وبين الانزلاق الفقاري القطني ترتبك بين الانزلاق الغضروفي وبين التهاب العبراط والتهاب المفاصل هذا أبيض أم أسود أمراضي لا ده حقيقة ابيض يعني فيه اه طبعا يعني فيه فرتباك والحقيقة احنا دايما بنقول ايه يعني مش كل واحد جال واجع في الظهر واجع في الرجل بقى عنده غضروفه خلص وكلمتين هم عريبين من بعض بس مختلفين تماما يعني كلمتين عنده انزلق غضروفي وانزلق فقر ببساطة جدا انزلق غضروفي ان الغضروفي اللي ربنا خالوا بين الفقرات ده اللي هو المادة الجيلاتينية دي انزلق خرج برا بس الفقرة سليمة في مكانها يبقى انا مشكلتي جاية مع الجزء الطري ده انه خرج ولمس العصب ده اهوان اللي انزلق الفقار بقى ان الفقرة نفسها اللي هي اللي بيفصلها الغضروف ده هي اللي انزلقت هي اللي اتحركت يعني الفقر لما بتتحرك اسم انزلق فقاري الغضروف لما بتتحرك اسم انزلق غضروفي اللي اتنين بدقين بكلمة انزلق بس ده حاجة وده حاجة ده لعلاج وده لعلاج الغضروف في الظهر ديت مهمة جدا لان مجرد منزلك الغضروف يبدأ العظم ينام العظم على العظم يبدأ يعمل لنا زي اللي في الصورة دي ايه اللي حصل في الصورة دي هتلاقي فقرات المسافات اللي بينها اختفت وفيه عظم بقى لونه مبيض كده اسد بعضه ومعادش فيه منظر الطبيعي بتاع الغضروف اللي في النص اللي هي فيه اتنين كانون واحد لازئين في بعض يعني بتلاقي ايه من تحت خرص فيه غضروف كويس وواحد بتاكل بعديه هنا شوف بقى ايه الغضروف ده الانزلاق الفقاري بقى لأ هناك كان اسمه انزلاق غضروفي هنا انزلاق الفقار اتاكل الغضروف وبدأت الفقرة تسيب وتتحرك الفقرة مشيت وثابت مكان ده اسمه انزلاق فقاري ونتج عنه ايه بقى ان فقرة طبعت قدامه التانية فلتت لورا واللي في النص المخلوق ما بينهم هو العصر المنطقة القطنية الحقيقة بيما فيها عصار طرفية غير الرقبة الرقبة اخطر بكتير جدا لو دي في الرقبة تعمل شالة الرباق على طول لان هنا ممكن تعمل ضعف او تعمل سقوط في القدم في الرجل ده انزلاق بنسميه انزلاق غضروف منفاجر الغضروف زي ما اتفقنا هو مادة زي الجيلاتين ربنا خلقها جو كيس كده معاه لو حملنا عليها زيادة شلنا شي لا تقيلة وقعنا او ازحلقنا او خدنا مطب بالعربية يوم الغضروف يحصل فيه حدث فجائي ينفجر اعرف حلقة زي فرد الكويتش بتاع العربية خطة جامدة جدا او مطبق او حاجة صدمتها ينفجر غضروف بقازة الوضع ينفجر غضروف يخرج يضرب في العصب هنا غضروف وتآكل وسبناه وبنشتغل يحصل ده ما يسمى انزلاق فقري ودخلنا بقى في درجة تالتة وفي درجة تانية يعني الانزلاق الفقري خطير الحقيقة وللاسف ان كتير جدا من النهار ده اللي احنا بنشوفه في مشاكل عمود الفقري هو انزلاق فقري مع انزلاق غضروفي يعني هو يبدأ بنزلاق غضروفي وينسيبه هنا شو بقى حدث الفقرات حصل فيه الغضروف خرج تآكل الغضروف رجع العدم بيكحت في بعض بتحرق يتآكل العدم عمل كتلة عمل زي الخراج الداخلي والتهب طب الغضروف ده لما خرج راح فين دخل جوه القناة العصبية سدها بقى عندي انزلاق غضروفي انزلاق فقاري انسداد في القناة العصبية زحزح فقاري بقى اربع حاجات جوه بعض شوال مهم جدا شوال بقى سياسي برضو شوال يروج الكثير انه يوجد نوع واحد من الجراحات يعمل له لانزلاق غضروفي في العمود الفقري ابيضا لأسود عمر عمد لا أسود طبعا أسود احنا عندنا كثير من التدخلات في العمود الفقري بس في ناس تحس انها متعصبة لنوع معامل ما هو ده بيبقى نتيجة لحاجة واحدة بس يعني يمكن هم ما بيعرفش اللي ده او ما عندوش الامكانات اللي يعمل ده لكن الحقيقة الموضوع كبير وفيه فرايتس كتير جدا في التدخلات يعني التدخلات وخاصة ان النهاردة الدنيا بقت فيه الامكانيات التكنولوجية اللي تؤهل لده يعني كان كلمة الغضروف زمان يساوي عملية بجرح 30 سنتي وشيل غضروف وشيل عضل ويطلع المريض عنده ضعف او سقوط في القدم او بتاعه وكان مقبول ساعات كتيرة جدا كان بيقعد بمية نزلة من دوره شهور وكانوا بيقبلوها قطع في الاخشاء حالة زي كده النهاردة بقى فيه اسطرة ندخل بها ده بنسميه شافط الغضروف بنسمع كتير وناس كتير جاءت تسمع عن شافط الغضروف شافط الغضروف ده احد التقدم التكنولوجي في علاج الانزال الغضروف شوفوا اللي بيحصل الاتي بدخل تحت جهاز الشعب اسطرة كده جوه الغضروف ببنج موضوعي والاسطرة ديت فيها حاجة زي البريمة جوه البريمة دي بتفتت الدهون اعرف او الغضروف من جوه المادة الجيلاتينية عاملة زي الجيلة كده بستقناشفة شوية انا بفتتها واشفطها وبنحق المادة جوه بتدوبها كمان ده بينفع بس ينفع لمن بقى عندي غضروف واحد والغضروف في بدايته ما يكونش تكلس لان احنا من شوية قلنا الغضروف لما يبقى عند غضروف بعد شوه يحصل فيه بعد شوه بينشف ما عادش يبقى فيه مية يتصلب يتكلس يتآكل لانه نشف خلاص بعد كده يأكل في عظم المراحل دي ما ينفع لهاش العملية الاولانية طب ايه يا حضرتك بقى الفقرة اللي كانت سايبة وكسرت لما الغضروف تآكل وثابت الدنيا وتحركت بعيد ما لازم ارجعها الفقرة وايه اللي عمود الفقر بتاعي بقى ضعيف جدا بندخل دي حاجة بنسمعها دعامات دي حاجات حديثة جدا بقت موجودة كنا الاول بنعمل حاجة بنسمعها شرايح ومصامير وقبل شرايح ومصامير كنا بيجيب سلوك والربط بالده يعني لو حد شاف حد من العمل العملية في السبعينات كانت السبعينات لحد اول التامينات كنا بيجيب سلوك ونربط بيها الفقرات ببعضها والسلوك دي بتتقطم وهي باوريلي حرارك صور منها بعد كده السلوك بتتقطم وتقطع درجة ان السلك ممكن يخرم العصب كانت كصص كتير جدا صعبة التعمل ده دي تكنولي حديثة جدا بفتحة صغيرة حوالي اثنين سنتي في الفقرة يعني بنقول اثنين نصف سنتي ادخل واعمل ده انا بثبت فقرتين اهما الفقر خلي بال حضرتك انا ثبت الفقرات ورجعتها والدعمات دي من مادة اسمها تايتينيام تمسك الفقرة ومتتفاعلش مع الجسم لان كان فيه حاجات اللي بنسماش راح المصامير دي تسيئة جدا لانك كانت ممكن تتكسر وممكن تتقطم وممكن تتفاعل مع الجسم وبتمنع الحركة او بتقللها بتاعت الفقرات فاتوجد البدائل الجيدة والصالحة ايسن سنذهب الى المتهم والجني والبريء وبخور عصاب الجزء ده هو الاكثر متعب بالنسبة لي اكثر اسارة طبعا بحط الاس في قفص تاتهامه وبنقرر مش كيف احنا ما نحطش حد الفكر الخطأ يمكن ان يتهم ويجرم ايضا المتهم والجني والبريء جاني محتهم ام بريء سؤال كلاسيكي لن امل من تكرار المريض الذي يعاني من مشاكل فيه اسفل الظهر وتؤلف الحركة او من غير حتى تؤلف الحركة فيه تنميل الم بيجيله فيه خلفية الفاخد ولا يذهب الى جرح مخواصة ممكن يذهب الى اي حد تكن هو مش عايز يروح الى جرح مخواصة يذهب الى علاج طبيعي يذهب الى منظومة مثلا مكتوب عليها علاج قلب اي حاجة بس هو مش عايز يروح الى جرح مخواصة ده راجل متهم ام جاني ام بريء من المنتهى الحيادي انا اعتبره جاني على نفسه الحق انا مش هتهم ان هو غلبان انا بيدور على حل بس هو مش بيدور في المكان الصحي دايما الناس بتخاف يعني الخوف والخوف ده ظاهرة في الدنيا كلها يعني في امريكا الناس بتخاف تروح لجرح او تروح لدكتور الاسناب يعني معروف كده في الدنيا وعندنا كده في الوقت العصاب يعني يقولك لا يفضل على كده والحمد الله احسر ما يروح ويطلع بنص مش شغال ده موجود في الدنيا كلها بس الحقيقة عندنا احنا ما بنحاولش نصلح الافكار يعني حتى اللي بيقتنم بفكرة وبيرى عكسها بيفضل بس عنده كلمة باس دي الموجودة معلقة في الموضوعين اه من فضلك عندك مشكلة في العمود الفقري عندك قلم في دهرك عندك واجع بينزل في فقدك تقل خدلين تنميل بيوصل لصابع رجليك بيأثر على الحركة بدأت رجل تخص عن رجل بدأت رجلك تخولك وانت طلع السلم بدأت ما تقدرش تقف كتير ست البيت تيجي تسحى الصبح من البيت مش قادرة تفرط دهرها اول طلع صعبة جدا وقفت في المطبخ مش عارفة تكمل عشر دايق على بعض نازلة تقدر طلبات مش قادرة تمشي متين متر على بعض لا ده انت عندك مشكلة او عندك مشكلة ما ندور على حلها والحل ندور عند حد متخصص في جراحات العمود الفقري والنهاردة هنروح لواحد من اتنين يعني الاتنين دولة هما دولة بداية الطريق يا حد جراحة مخوة عمود فقري يا حد عزام متخصص عمود فقري والاتنين بيكملوا بعض يعني احنا ما فيش تنافس تماما ما بين هذا التخصص وزاك التخصص اساتزة محترمين جدا في المجالات احترام متبادل ومكمل شغله بعض ولكن دايما كتير جدا انا معظم حالات بتجيلي متحولة من اساتزة زم اللي بتوع عزام جراحة عزام يقول لك روح لان هنا عنده مشكلة مع العصم روح له هو فلان ده احسن واحد يعمل لك العملاء دي فبالتالي لازم المريض يتوجه والتوجه الصح لكن يروح لحد ويمشي له عصايا او يكويب النار او يعمل له حلق او يعمل له خزام او مديرن بقى يعمل له جلسة بقى بالليزر وجلسة تشد عصاب وجلسة تشد بتربيزة حاجات الحقيقة تؤدي الى مشاكل كتيرة جدا يعني المريض بتاعنا بيبدأ بغضروف صغير يعني هنا ده مليك نشوف ده ده الجهاز الفقرة الغضروف يتأثر يتأكل تبدأ الفقرة تتحرك هنا مش متحركة الوحدها العصب والحبل الشوكتار يبدأ اللامبة تنور بك اه طبعا والموضوع مش هيقف مش هيقف عند لحظة معينة اه اتفقر شوف كل مدى بتتحرك اكتر ده بنسى بنزل لك فقاري بدأ بنزل لك غضروفي ثم نزل لك فقاري درجة اولى ثم درجة تانية ثم درجة تالتة وتنتهي ساعات بكرسة ان العصب ايا ضهري بقى يعني ده نظام ايا ضهري ايا ارقابتي يعني انا مش مش قادر وابقى ماشي بس نتضهري احط مخد اربط حزام في ناس يقول لك ده رابط تقايش من بتاع الجيش ده او حزام او منديل او حاجة زي كده وبيربط ده عشان ايه عشان يسند الفقر الصعيب زي اللي بيسند يقولك الزير بالنواية ما هو ما ينفعش هزهب الى الجزء المهم جدا الوهم والشك ولا يقين وهم شك ام يقين شاء المهم جدا جدا الناس كتير بتعتقد انه مشاكل عمود الفقري مرتبطة بكبار السن مرتبطة كلمة هشاشة اعظام كبار هشاشة يعني مشاكل عمود ايه واحد عنده مشكلة ايه انا لسه مش كبير انا بعيدة عن الهشاشة وهم ولا شك ولا يقري لا ده وهم وهم طب لان يعني نمرة واحد اول قاعدة تكسرت خلال العشرين سنة اللي فاتوا ان مشاكل عمود الفقري معادتش خاصة بكبار السنة يعني كان دايما اللي كان بيشغل اعادات الاعصاب او العمود الفقري كان دايما الناس فوق سن الخمسة وخمسين والستين وفوق شوية كان جاي لهم مشاكل نتيجة لتشغلهم الكتير ومجهودهم المستمر بقى لهم عشرين سنة بيشتغل بده يحصل مشاكل فضاء الحقيقة دلوقتي بقى المشاكل اكتر في السن الصغير يعني بنشوف اللي هما اللي هما العشرينات والتمنتاشر والخمسة وعشرين اكثر ناس بيجيلهم المشاكل دي الحقيقة والسبب معروف ان هو الجيل الجديد ده بيهتمش بالتغذية بتاعته زي زمان يعني هتلاقي نسبة الكلسب عنده فعاد معقل استخدامه اللي عمود الفقر اسوأ بتاع زمان كان عنده فترة بيشتغل وبيروح ينام ويرايح كان بيأكل كويس واكله كان مكانش فيه كمية الكيميكالز والكيمويات ولا الاكل اللي هو الايه الفاس فود والهرموني هاسميه بعد كده الاكل الهرموني اه طبعا وفيه كمية رهيبة جدا من الدهون اللي هي ما بتبنيهش العظم اللي بيبني العظم دايما هو البروتين والاملاح المعدنية ده اللي بيبني العظم وبيبني العبود الفقر لما بلاقى مريضة عنده هشاشة ودي كان بيواجهنا يعني مشكلة كبيرة جدا ما كناش بنعرف نعمل له عمليات الحقيقة طيب احنا بنقول دايما ان الهشاشة لايه علاج ولازم المريض يتعالج وممكن ياخد علاج من سنة لحد سنتين لحد ما الامور تتحسن الهشاشة نزلت من السن الخمسة وخمسين والستين وكان دايما معروف ان الهشاشة عندما تقتل السيدات لابد ان يكون قطعت الدورة ومدة بعدها خمس ست سنين الحقيقة بنلاقي دلوقتي سيدات الصغار في السن العشرينات وتلاقي عندهم الهشاشة وفي التحليل وفي مقياس كسافة العظام بينا عنده نتيجة الخلل في الترسيب بتاع الكالسي نتيجة الخلل هرموني يؤدي الى ان العظم بيدوب لمشاكل مع الغدة الدرقية وجارة الدرقية بتخلي العظم يتآكل الكلام ده لازم نهتم بيه وناخد بالنامج اندورتنا وساعدنا بهذه الزيارة سعادة غامرة وكالعادة الحوار ممتع وانا عايز اقول برضو للشباب اللي تخور ويشيل خطبته او مرته عاربوكم الرجولة مش انك انت تبين لكل اللي حواليك ان انت اصلا بيشوفها كتير وفيه دوقتي مسلا في اخوه وخطبته بيروسه مع بعض يروح يشيل يتحور يشيل هذا الشخص ممكن الشيلة دي تخليك ما تعرفش تعمل اي حاجة بعد كده في حياتك الزوجية غير الشيل ولا هتعرف تشيل ولا هتعرف تعمل حاجة الديسك هيتضرب عرجوك ما تتحورش الرجولة مش انك انت طبعا يعني هقول لك ايه رج عباس الله يرحمه ويسامحه لانه هو اللي عود الشباب على الحركة دي اخشال كتير من الممثلات في الافلام فالناس كتير اعتبرت ان رجولة مرتبطة بروش لحباسة مرتبطة بين انا اشيل البنوتة خطبتي ولا بنوتة امراتي اه 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 ما تشيلش حد عشان ما حدش يضطر يشيلك بعد كده صح كده؟ خليكوا دايما اعمل شوف تطلب خلينا اقولكوا ان في جزء في الجسم كلنا بنعمله في طريقة ثلاثة خصوصا في مصر الرعبة وانا لا استثني نفسي من التعامل العنيف جدا مع بكلنا كلنا واحنا بنتكلف لازم نحرك رقبة من التحريكة غلط كتير من الناس بيهضوا يعملوا حركات بالرقبة فيها نوع من الفلكشن او التاني المبالغ فيه النوب الغلط في مشاهدة التلفزيون وانت ناين